الله اكتب الله اشهد ان مولانا امير المؤمنين عليا ولي الله الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاه صدق الله العلي العظيم في حديث شريف عن المولى أمير المؤمنين عليه صلوات الله وصلوات المصلين قال العقل صاحب جيش الرحمن يعني قائد جيش الرحمن والهوى قائد جيش الشيطان وَالنَّفْسُ مُتَجَاذَبَةٌ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا غَلَبْ كَانَتْ فِي حَيِّزِهِ نحن نزعم أن اللذة هي في إعطاء الهوى مطالبها كيف تتلذّذ عندما تعطي هواك ما تطلبه هذا زعم باطل كلام تصور غير صحيح اللذة تكون ضمن ما تعود الشخص عليه والدليل جداً واضح الشخص الفقير يتلذّذ بالطعام العادي بالضبط كلذّة الغني بالطعام الفاخر الفقير يتلذّذ بقيادة سيارة سكراب كما يتلذّذ الثري بقيادة أفضل السيارات بالضبط مثل ذلك لذّة الفقير ليست أقل الفقير يتلذّذ بالسفر بالسفينة المستهلكة كما يتلذّذ الأثرياء بالسفر على مقاعد الدرجة الأولى من الطائرات الفخمة إذن قضية اللذة قضية التعود المشكلة أين؟ المشكلة أن الإنسان يمشي وراء مطالب الهوى الهوى لا تتوقف عند أحد اليوم عندك السيارة الكذائية تطلب منك شيء أفضل حصلت على الأفضل تطلب منك الأفضل حصلت على مال أكثر تطلب منك مال أكثر لا تتوقف عند أحد لا بأس أريد أن تكون لذّتي أكثر تصور خاطئ إنسان لذّتك لا تكون أكثر أنت عندك سيارة كذائية إذا ركبت إذا اشتريت سيارة أفضل استخدامت سيارة أفضل لذّتك تكون أكثر لا زعم باطل يومان ثلاثة أيام تتلذّت ترجع إلى نفس المستوى السابق من اللذّة هذا على أحسن الفروض وإلا عادة ترجع إلى لذّة أقل يعني القضيّة عكسية أصلاً في أحسن الفروض ترجع إلى نفس اللذّة والدليل على ذلك طبعاً يبدو لي أصلاً الأمر لا يحتاج إلى استدلال لأنه واضح بديهي الدليل على ذلك أنت أنظر إلى حالك اليوم وإلى حالك قبل سنة بعد أن طورت حياتك المادية قبل سنة دارك كانت بشكل اليوم دارك بشكل أفضل الأثاث بشكل أفضل الأموال زادت السيارة أفضل الشركة تطورت انظر لذّتك اليوم مع لذّتك قبل سنة إن لم تكن هناك إن لم يكن هناك تراجع في اللذّة فلا يوجد تقدم في اللذّة انظر إلى حالك يستخبر حالك إذن اللذّة التي تبحث عنها لا تجدها بهذه الطريقة هذا الذي يقال وقد قاله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في روايات عديدة أن الدنيا الأخذ من الدنيا كشرب ماء البحر هذا حقيقة الإنسان العطشان يشرب ماء البحر ليرتوي ليس فقط لا يرتوي حاجته تزيد إلى الماء يعتش أكثر إذن أين اللذّة؟ تبحث عن ماذا أنت؟ المشكلة أنك تتعب نفسك في هذا المجال من الصبح إلى الليل سهر تعب جهد فكري لكي تحصل على لذّة أحسن لا تحصل إذن يعني شنو؟ يعني نحن نبقى في مستوى واحد؟ نعم نبقى في مستوى واحد لا نرتقي نعم لا نرتقي هذا معناه تعطيل الحياة الإنسان لا يتاجر يعني حياته معطلة الإنسان لا يسعى إذن حياته معطلة إذن ما هي فائدة فائدة وجودي في الدنيا؟ لا لا نقول لا تسعى لا نقول لا تتطور بصورة مطلقة لا نقول لا تتاجر لا نقول لا تحصل على أموال أكثر إنما نقول لا تسعى لا تحصل على أموال أكثر لا تجهد نفسك لأجل إرضاء وإشباع الهوى المشكلة هنا أنت إذا سعيت لإرضاء الهوى لإشباع الهوى سوف لا تصل إلى نتيجة إذن لماذا تتعب نفسك؟ فإذن أسعى أم لا؟ نعم أسعى لهدف آخر لا لهذا الهدف هذا الهدف لا تصل إليه تاجر نعم تاجر اعمل نعم اعمل الإنسان جاء للدنيا حتى يعمل أعطينا الأمر حتى نعمل حتى نستفيد يبقى الإنسان بطالا هذا الشيء مبغوظ جدا ولكن هدفك ليكون هدفا تصل إليه أنت هدفك أن تشرب ماء البحر لا تتمكن لماذا تجعل هكذا هدف محال ليكن هدفك شيئا ممكنا ليكن هدفك شيئا يسوى أن تصرف جهدك فيه تاجر من الصبح إلى الليل عمل حسن أجهد نفسك من الصبح إلى الليل عمل حسن لا تكون تنبلا لا تكون متكاسلا ولكن لهدف على الأقل على الأقل هدف يقره العقل الأفضل أن يكون الهدف معنويا تاجر لتتمكن من خدمة دينك بأموالك أكثر هذا هو الأفضل اسعى اعمل لهدف مقدس هذا هدف معنوي هذا هو الأفضل لا تريد على الأقل هدف معقول هدف يقره العقل لا هدف يرغمك عليه أو ترغمك عليه هواك ذاك هدف باطل هدف عقلي هدف عقلي هدف تصل إليه بعبارة أخرى لا تخضع لهواك اخضع لعقلك العقل مرأة صافية إذا كان منطلقك من العقل لا من الهواء تحصل على فوائد كبيرة وهذا الفوائد هي فوارق أيضا بين الهدفين إحدى الفوائد الذي ينطلق من منطلق العقل لا يصاب بأمراض نفسية من جراء الصدمات أنت تشتري لزوجتك هدية تجهد نفسك تحصل على أموال بهذه الأموال قال تشتري هدية جيدة لزوجتك لماذا ما هو هدفك هدفي هواي هي لا تعطيك ما تريد منها تصاب بصدمة لأن هدفك كان غلط أهد هدية لزوجتك لأنها تستحق عقلائيا أقول مع قد النظر عن الجانب المعنوي إذا تجعل هدفك شيئا معنويا فشيئا عظيم على الأقل شيء عقلائي هي تستحق أن أهدي لها هدية أهدي لها هدية أعطتك ما تريد منها ما أعطتك ما تريد منها لا تصدم لا تصاب بمرض نفسي خلاص أنت لشيء عقلي صنعت لا لهوا إذا كنت قد صنعت ذلك لهوا تصدم تتألم تصاب بمرض نفسي لا سمح الله الفارق الثاني والفائدة الثانية في انطلاقة الإنسان من العقل لا من الهوا تركك للشيء الضار يكون سهلا مثال والأمثلة كثيرة شخص لا سمح الله يصاب بمرض كان يأكل أطعمة لذيذة الآن يصاب بمرض هذا المرض بسببه بعض الأطعمة لذيذة تضر هذا الشخص إذا كنت منطلقا من منطلق الهواء من الصعب عليك أن تترك هذه الأطعمة كمثال بسيط أما إذا كنت منطلقا من منطلق عقلي في أكلك بكل سهولة تترك هذه الأطعمة كنت تأكل بسبب أن هذه الأطعمة تنفعك الآن رأيت أن هذه الأطعمة تضرك لا يكون صعبا عليك هذه فائدة ثانية وفارق ثاني الفارق الثالث والفائدة الثالثة للإنطلاق من العقل لا من الهواء أن الأمور إخواني هناك كثير مننا لا يريد أن يقبل هذه الحقيقة التي أريد أن أقولها هذه حقيقة نقبلها لا نقبلها هذه حقيقة في الدنيا بين نعم الدنيا للذات الدنيا والمشاكل يوجد توازن دقيق جدا كلما زيد في نعمك يزاد في مشاكلك قانون الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف الذي يروى عنه يقول إنك لا تنال فيها نعمة إلا بفراق أخرى أخرى ولعله كلمة فيها غير موجودة في الرواية نفس هذه أو تقريباً قريباً من هذه العبارة في خطبة الوسيلة موجودة لعل العبارة هكذا لا تناله نعمة إلا بفقدان أو بزوال أخرى نعم عبارة خطوة الوسيلة لا تنال نعمة إلا بزوال أخرى قانون هذا القانون لا نفهمه أو نريد أن لا نفهمه الفقير يقول الأغنياء ما عندهم مشاكل مشاكلهم تحل بالمال ينقل عن أحد كبار التجار في هذا البلد من الماضين قبل كم سنة أوفي ينقل أنه كان جالساً ذات مرة في مكان فرأى شخصاً حمالاً يحمل شيئاً ثقيلاً يحمل الأثقال يمشي وبيده خوبز وشيء من الخضار لعله في جل وهو يأكل فتأوه هذا التاجر قال وددته لو أنني أعطي شطراً من أموالي لأتمكن أن أأكل مثل هذا الشخص كان مريض ببعض الأمراض فمجموعة من الأطعمة كانت ممنوعة عنه من جملة الأطعمة الخبز هذا حاله طبعاً هو أيضاً مخطئ يتمنى أن يكون مكان ذاك لا ذاك أيضاً بنسبة نعمه عنده مشاكل هذا قانون الدنيا فيها مشاكل بنسبة نعمك كم هي نعمك؟ طبعاً كل إنسان شكل ليست مشاكل الناس كلها سواسية لا، أنت حصتك كم هي؟ هذه حصتك يوجد توازن في حصتك بين النعمة والمشاكل كل مطمئنة منها إلى سرور أشخصته إلى محذور قانون نقبل، لا نقبل، قانون إذن لا نبحث عن نعم؟ لا، ابحث عن نعم ولكن اعرف هذه المعادلة وابحث عن النعم هذا الفرق بين العقل والهوى العقل يكشف لك الحقائق يقول لك توجد ضوابط في الدنيا اعرف الدنيا، اعرف النعم، اعرف أن مع النعم مشاكل ثم أقدم على نعمه، ليست مشكلة أقدم على نعمه، ولكن بهذه المعرفة أقدم على نعمه الهوى ماذا تريد أن تصنع؟ تريد أن تخفي عنك الحقائق تقول لا، هذه النعمة خذها أنت سوف تكون مسروراً، سعيداً، ملتذاً في الدنيا يعني تكذب عليك رأيتم كثيراً إعلانات تجارية الإعلانات تجارية يبين زاوية شخص مثلاً يشرب شيئاً كأنه يلتث نعم، فيها لذة، ولكن بمستوى اللذة فيها مشكلة اشتر السيارة الفلانية، اشتر الفلة الفلانية، أنت تكون براحة، كذب فرق العقل والهوى هذا، الفرق الكبير العقل يكشف لك الحقائق، مرآة صافية يقول لك المعادلة هكذا هذا المقدار تربح، هذا المقدار تخسر، هذا المقدار يصنع بك، لك، وهذا المقدار يصنع عليك مشير صادق، الهوى لا، مشيرة كاذبة تبين الزاوية الحادة المرتبطة بما تريد أنت تذهب إلى جهنم لتذهب، ليست مهمة عندها، الهوى هذه عملها، هذا عملها لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث العظيم الشريف الشيطان كم عنده من الجند؟ جنود الشيطان بكثرة البوخ الجندي من جنود الشيطان الجوب جندي من جنود الشيطان الغضب جندي من جنود الشيطان العداوة جندي من جنود الشيطان الكذب جندي من جنود الشيطان جنود الشيطان أمير المؤمنين ماذا يقول؟ صلوات الله وسلامه عليه يقول قائد هذا الجيش هؤلاء الجند قائدهم الهوى جيش الرحمن كم هو جنده بكثرة؟ الشجاعة، الكرم، الجود، الصدق، خدمة الناس هذه صفات حسن هذه جنود الرحمن قائدهم أو حسب تعبير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صاحبهم ما هو العقل العقل صاحب جيش الرحمن والهوى قائد جيش الشيطان صرع دائمي بين العقل والهوى النفس من هنا ومن هنا والنفس متجاذبة بينهما فأيهما غلب كانت النفس يعني كانت في حيزه عقلي غالب على هواي نفسي في حيز العقل العياذ بالله هواي غالب على عقلي والعياذ بالله النفس تكون في حيز الهوى الكلمة الأخيرة لا أريد أن أستدل هذه الكلمة إخواني اسألوا بل لا أقول اسألوا أقول جربتم أصلا لعله لا لعله حتما جربتم اللذة الحقيقية هنا ليست هناك اللذة الحقيقية عند العقل ليست عند الهوى أساسا انتلك لذة مكذوبة سريعة الزوال لا أقول الآخرة الآخرة معلوم واضح الآخرة عند العقل لا عند الهوى لا الدنيا لذة الدنيا أهل الله يلتذون في الدنيا أكثر مما من لذة أهل الهوى في الدنيا لا أريد أن أستدل كلمة أقول لأن اللذة إحدى ركائزها إحدى أهم أركانها الأطمئنان النفسي جئ بأفضل الأطعمة جئ بأفضل الأجواء جئ بأفضل فيلة جئ بأكثر الأموال بدون الأطمئنان النفسي الشخص لا يحس بلذة أليس كذلك؟ يبدو لي الأمر واضحا بعض الناس يمتلكون كل هذه الأشياء ما عنده لذة لماذا ما عنده لذة؟ فلان من الطغات من بني أمية كلمته مشهورة أكلت كل الأطعمة صنعت كذا وكذا حتى صرت لا أفرق بين كذا وكذا مشهورة الكلمة لا أريد أن أقولها كي لما سيئها عبارته أيضا ليست مؤدبة إذن اللذة أين؟ طاغوت وكان متوفر له كل شيء مادي وقد حاول أن يحصل على كل شيء وقد حصل على كل شيء وقد التذب كل شيء لا يحس بلذة أصلا أهل الله يأكل خبزاً خبز شعير كسرة خبز شعير يلتذ أكثر من فلان الطاغوت الذي كان يأكل الأطعمة الكذائية إلا أن غطت غطى بطنه ركبتي شيء منظر جداً عجيب جداً عجيب إنسان عندما يتربع مهما كانت كرشته بطنه كبيراً لا تغطى الركبتين انظروا البطن الكبير كان يلتذ ما كان يلتذ هو يصرح هو هو يقول اللذة الحقيقية هنا عند العقل لا عند الهواء يعني بالنتيجة حتى اللذة لا تعطيك الهواء العقل صاحب جيش الرحمن انطلق أطلب الدنيا خلاصة الكلام في كلمتين أولاً أطلب الدنيا لا للدنيا ثانياً أطلب الدنيا ولكن اعرف أن في نعم الدنيا مع نعم الدنيا توجد مشاكل أطلب لا بس ولكن اعرف هذه المعادلة أولاً أطلب الدنيا لا للدنيا ثانياً أطلب الدنيا مع هذه المعرفة إلهي كفى بي أزاً أن أكون لك عبداء صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين هذا ظلم لكلمات أمير المؤمنين أن نشبه كلمات أمير المؤمنين بالذهب نقول كلمات من ذهب لا ما هو الذهب إلهي كفى بي عزاً أن أكون لك عبداء وكفى بي فخراً أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب إنك على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة